الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بعد هذا التعادل نشوف كيف يرى سيد عبد الحفيز مهمة الاهلي في الدور السنة دي موسيقى يعني كنا هاتماني طبعا نحن نكساب وكلماتش بالنسبة لنا ممكن يبقى رايح في اتجاه كويس جبنا جول عن طريق احمد الشيخ وبعدين في خطأ وارد بيحصل يعني لكن في النهاية في توفيق كمان في الجول التاني لكن ضيعنا في عدد من الفرص لكن الحمد لله على الجول اللي جاء في الاخير زي ما قلت فترة صعبة فترة مش سهلة بالتأكيد عندنا لسه مبارات كتير جدا سواء كانت موجلة او مع المنافسين بتوعك لسه احنا لعبنا 12 مبارات من اصل 34 لسه في 22 منهم المنافس بتاعك هاتلعبوا رايح جاي يعني شرح ما اني بقى احسن في الفترة جاي بالزنة مبارات النهاردة كانت مبارات تجميع النقاط ولكن دايما الداخلية بتصعب مباراتها على الاهلي بتدافع بشكل منظم دايما يعني طاريتهم من 3-4 نفس احترم كل الناس لكن في نهاية كانت ممكن يبقى الموضوع عندك سهل يعني لو فرصة الاتنين من اللي اتيح ليت كانت ممكن تبقى الدنيا اسهل من كده لكن هي دي كوريا شايفكم تعترضوا على الوقت كان مفرود يبقى اكتر من خمس زاي اقلتوا حالي سابر موئي اعتردت مرات غير اللعيبة وشايفكم اعترضتوا بتقول المفروض كان احنا بنتفهم غلاط احنا بالزات بنتفهم غلاط مش عايزين نتكلم في الموضوع ده اساس احنا بنتغطع الحكام يعني بنتغطع الحكام اي احنا من غير ما بنضع لا في ناس بتفهم على مزاجها الوقت كان ممكن يبقى احسن من كده واكتر من كده خصوصا ان انت عندك ست تغيرات بيقولوا بيقولوا ان كل تغيرة بنص دقيقة في ستة دي تلاتة وحرس المرمى لكن في النهاية انا مش عايز اتكلم على الامور التحكمية كتير يعني سنادي سنادي الامر مش سهل خالص مش سهل اطلاقا يعني حتى لما بنطرح سؤاله أو بنتكلم في حاجة خاصة بالامر ده الناس بتفهمها غلط يعني يعني احنا بنقول فيه ناس بتحكم هنا ومتتحكمش هنا والناس بتفهمها بشكل بشكل مختلف يعني انا مش عايز اتكلم على التحكم يعني خلاص خلانا نتكلم في شغلنا الفني يعني خلانا نتكلم في شغل الفني شهر رحمة اني بقى موفقين في اللي جاي بإذن كابتن ساد عبد حفيز سأل سؤال السنة خلست ومحدش جواب عليه تحاد الكرة بيجتمع ولجنة الحكام بتعين ومحدش جاوب على سؤال الكابتن ساد عبد حفيز رغم انه اللي اشتكى منه سيد عبد الحفيز او اللي اشار اليه مازال مستمر وهتشوفوه في مراجعة دقيقة شاملة دلوقت لكنه فعلا السنة بتخلص والسؤال الحائر مازال حائر بدون اجابة تسمع منهم اي حاجة تانية خالص غير الاجابة على اللي قاله سيد عبد الحفيز من سؤال كان هو سؤال السنة كان هو سؤال 2018 اللي داخل بنا في 2019 وبقى ما زال بدون اجابة هنرجع له هنحاول نشوف كان حق سيد عبد الحفيز وهو بيتساهل هذا السؤال ولا لا لكن تعادل الاهلي في وجود مارتن لسارتي المدير الفني في المدرج كابتن علاء ميهوب نشوفه في النيل للرياضة شاف انطباعات لسارتي ايه على هذا التعادل داخلتي وضع اثناء المباراة وجات لقطة علين هم مش راضي عن النادر الاهلي اكيد مش راضي انا مش دامل سؤال النادر الاهلي نهارده انا مش مش طويل وهو اكيد عارف مستوال النادر الاهلي وعارف لعبة النادر الاهلي لكن اه نتطين ضعوا في السباق الدوري لكن كان ممكن ببتالاتة فيعني بقول النهارده اتعادل مرد للنادر الاهلي كان ممكن ببتالات نقاط داعين النهارده في جدول اعتقد مشكلة كبيرة قوي يعني مشكلة انك تخسر نتطين كتير انك مش مسموح تخسر نقاط خصوصا من مبارات مؤجلة كابتن خيالي انت بتدور على انك توصل للمركز الاول فالمنافس انت كده بتدينه نقاط ونقاط النهارده مع الداخلية على ورق فريف زمويل احمد متناول ممكن تكساب تدينه نقاط مضمونين لكن طبعا الاداء النهارده اعتقد مش مرضي خالص وفيش حد راضي على اداء النادر الاهلي نهارده خالص لكن النتيجة ممكن يقول الحمد لله ما طلعتش خسار كان ممكن النتيجة تطلع اثنين واحد للداخلية وكان ممكن تطلع اربعة واحد للاهلي واربعة اثنين للاهلي وخمسة اثنين للاهلي لو هو المنطق بعدد الفرص الحقيقية اللي ضاعت لكنه خلاص المباراة انتهت اثنين اثنين لعبت الاهلي في الشوت التاني يحسب لها ان هي احتفظت بارادة الفوز والبحث الدائم لغاية السوان الاخيرة في مجمل المباراة فيه اخطاء طبعا فيه اخطاء في مجمل الاداء الاداء اقل من المباراة السابقة مؤكد انه اقل من المباراة السابقة بس احنا بنشوف محللين كتير ودي انا اتمنى الجمهور حتى يقف عندها شوية محللين كتير لفرق منافسة الرغبة دايما وابدا في الدفع فيهم للامام والرغبة في التهويل والتهليل وكل حاجة لمجرد ان الفريق كسب مع بخصة حق كل المنافسين ايا كان هم مين لكنه باستمرار فيه رغبة للطنطنة فيه رغبة لمجاملة الناس فيه رغبة لحالة نفاق عام وخلينا اقول حالة نفاق عام فعلا موجودة اتمنى انه الناس تبقى واخد بالها انه الجمهور بقى عنده حالة من الوعي وقدرة على المقارنة وقدرة على الفرز اللي تخلي كل محلل دايما وابدا باصص على انه الكلام اللي بيتقال فنيا بيتم مراجعته بشكل واضح جدا ودقيق هل الاهل عنده هذا النقص العددي المؤثر هل المخزون الاستراتيجي للاهل كافي انه يقدر يمد الفريق باحتياجاته الحقيقية في الفترة اللي جاية ده كان سؤال مهم جدا للكابتن عادل عبد الرحمن بوصفه المدير الفني لفريق الامداد المباشر كل الناس اللي بتتفرج على فريق شباب الاهل القناة بتنقل مبارياته واللي متصدر مسابقته بفارق كبير جدا عن اقرب منافسي وهو المقصة كل الناس بتتساءل الناس دي ممكن تاخد فرصة ولا لا مع الفريق الاول عندنا مدافعين اشداء جدا عندنا اكتر من لعب في الهوف ديفيندرز مباشر جدا وواعد سواء عربي بدر او غير وعندنا مهاجمين عندنا اطراف في الفريق اللي بيمثل للمخزون الاستراتيجي للامداد المباشر للفريق الاول نشوف مدى رضا الكابتن عادل عبد الرحمن انا مش مع المقولة اللي بتقول ان النادي الاهلي ما عندوش لعيبة كويسة بالعكس النادي الاهلي عندو لعيبة جيدة جدا وكويسة اوي واكبر دليل ان احنا يمكن لو عملت احصائية ما بين الاهلي واي فرقة تانية هتلاقي ان افرادك افضل كتير اوي هي المشكلة بس حصل الاصابات زي ما تكلمنا حاجات كتير اوي تبقى ما بتطلبش انه يطلعوا من عندك ياخدوا من استعينه لان حتى الاهلي استنادي مثلا تعاقدات مع لعيبة من نفس اعمار فرقتك هل في فرق في المستوى انه يشتري ما يطلعش ولاد من عندك يعني انا افتكر انه انه لو طلع اي لعب عندي وانا بعلنها قدامك كابتن ذكرية هيقدر يقدي ويقدي يمكن علشان كلامي مظبوط ومن ضبط اوي اقدر اقولك ان عندي مجموعة لعبين تقدر تلعب في الفرق الاول تقدي زي اللعيبة اللي بتوع الفرق الاول عندي اماكن فيها لعيبة مميزة جدا طبعا مش هقدر اتكلم على الاسماء يعني ما ينفعش ايه المراكز من غير اسماء هتتعرف برضو ليه علشان انا المفترض ان انا لسه اللعيبة مميزة وعندي دوري وعندي كمان انا بعدهم انا الفكرة الاولى اللي انا كنت شغال فيها واللي جاي عشانها ويمكن انا قلت اجي اخد دي علشان النادي الاهلي ان اول حاجة لازم اطلع لعيبك وينسا او الفريل الاول للفرس تيم والحمد لله يعني انت عارف ان احنا عارفنا مين اللي يطلع ومين اللي ما يطلعش بس اتمنى ان احنا اللعيبهم بقى يعني اه الفرس تيجي الفرس لانه لا بقاء الا للعيبة اللي انت صنعتها وعملتها في النادي الاهلي ليه كابتن زكري لانه الفرقات كبيرة قوي في النواحي الادارية فقم واحد اللعب بيطلع منضبط في النادي الاهلي وبياخد الانضباط ومتعلمه كويس ما بيجيش يتعلمه في النادي الاهلي فلما بيطلع الفريل الاول بيبقى خلاص مهيئ من ناحية الادارية الناحية الفنية كمان اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها كابتن عادل حطي ايده على بعض النقاط المهمة جدا للعيبة اللي عنده دي اللي انا اتمنى انه الجمهور يتفاهم ده ويستوعب ده ويحتضن هذه العناصر الموهوبة جدا لانه هم دول المستقبل لقريب للنادي الاهلي اذا كان الاهلي عنده العدد الاكبر من اللعيبة الوعدين جدا الموهوبين بجد الاساسيين في المنتخب الولمبي يبقى دول المفروض هم المخزون المباشر للفريل الاول اه انا بدعم بعناصر عالية الكفاءة بعناصر جاهزة بعناصر عندها خبرات في مراكز ربما لا يتوفر ليا دلوقتي البديل الصاعد الجاهز لكن من المؤكد انه المرحلة اللي جاية بالفكر الكتير والشامل اللي الكابتر محمود الخطيب رئيس النادي كمشرف على الكرة او متولي من قبل مجلس الادارة ملف كرة القدم تبقى المسألة فيها استراتيجية او تخطيط استراتيجي شامل بحيث انه يستعيد الاهلي قوته الانتاجية يستعيد الاهلي مكانته كمفرقة حقيقية للعناصر الموهوبة الاهلي صحيح انه على مستوى الفريق الاول دلوقتي اكتر نادي في ال 18 نادي اللي في الدوري فيه لعبة من ولاده وانا اعيل اللي انا بقوله جيدا اكتر نادي عنده عناصر من انتاجه فريق النادي الاهلي في المسابقة لكن حتى ده ممكن يزيد نسبته بشكل كبير جدا خاصة في الظل المقارنة اللي الكابتن عادل عبر رحمن قال عليها انه اللاعب اللي طالع من الاهلي او اللي اتدرب عدد سنوات كافية في الاهلي النظام بتاع النادي مش جديد عليه فليفترض انه او من المفترض انه الناحية الادارية والانضباطية عنده موجودة عارف نظام النادي عارف طريقة الشغل في النادي عارف حقوقه واجباته ايه عنده هذا الغرس الجيد جدا لفكرة ارادة النصر وروح الفنلة الحمرة بنشوف الولاد الصغيرين لما الاهلي بيتعادل في اي مباراة منه الناس بتبكي فهو اوكي متشرب ومستوعب كويس قوي فكرة ارادة النصر وفكرة انه الحق الطبيعي للاهلي او مكانته الطبيعية انه يكسب فبالتالي انت مجهز هذا اللاعب من الناحية النفسية بشكل كويس من الناحية المعنوية بشكل كويس من الناحية البدنية اللي عدل عبر رحمن اشار اليها حتى في البناء العضلي حتى في جرعات التدريب حتى في كل الاحمال اللي بياخدها وهو ناشئ بيعتاد على اللعب للمباريات كبيرة تحت ضغط كتير عارف كويس قوي جهزيته البدنية عاملة ازاي فاذا كان الاهلي عنده هذا العدد المتميز من هذه العناصر زي ما قال الكابتن عدل عبر رحمن والكابتن زكريا ناصف المهم انهم يبدأوا ياخدوا فرص فاتمنى انه المرحلة الجاية الناس تشوف هذه الورود وهي بتتفتح مع لسارتي ان شاء الله علشان الناس تطمئن اكتر على مستقبل الاهلي باذن الله